لا 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 مش محاربو الصحراء هو محارب وحيد اسمه بغداد بنجاح سفاح جوة 18 بغداد بنجاح ينقذ الجزائر من خروج مبكر من دور المجموعات في مفاجأة كانت هتبقى المفاجأة الاكبر في البطولة محاربو الصحراء الجزائر اللي مرشحة انها تاخد اللقب واحد من اقوى المنتخبات اللي موجودة في القرى اسامي لعبة تقيلة قوي بيتعدلوا اول مباراة وبيتعدلوا تاني مباراة بالعافية في الدقيقة 95 عن طريق سفاح اسمه بغداد بنجاح قسما بالله تحركاته ولعبه جوة 18 يدرس لكل المهاجمين لازم كل المهاجمين تتعلم من بغداد بنجاح اللي بيعملوا جوة 18 غول غول في 18 والله قبل ما يجيب الجول التاني قبل ما يجيب الجول التاني عملت رد فعل على الجول الاول وانا متفرج عن مطش كنت بسجل كده اجزاء على التيك توك قلت لازم كل المهاجمين تتعلم من اللي بيعملوا بغداد الجزائر لحد الوقت لعبة مطشين سجلي التلات جوان التلاتة لبغداد بنجاح المهاجم الافضل في البطولة ايا كان بقى المهاجمين ايا كان كافيردي اللي جوان اللي سجلوها ايا كان غينيا والمهاجم اللي سجل هاترك بغداد بنجاح في حتة تانية محطة تانية حرفية تخيل منتخب الجزائر النهاردة لما تجي تتكلم على الاسامي اللي موجودة غياب اسماعيل بن ناصر مأثر جدا والنهاردة المدرب يا جماعة جمال بالماضي تعبين قوي جمال بالماضي سيء جدا 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 لان لما يكون عندك لعب زي محمد الامين عمورة قاعد على الدكة انت بتعمل ايه لعيب متقلق لعيب نزل غير شكل المباراة محمد الامين عمورة من افضل لعيبة اللي الاول ما نزل في الشوت الثاني سوفيان في غولي مع كل الاحترام لتاريخه لكن الراجل مش قادر الراجل اداءه في الملعب مش احسن حاجة محمد الامين عمورة في حتة تانية اول ما نزل قلب الماضي غير شكل المباراة فعلا محمد الامين عمورة عمل جيم عالي جدا انه عندك غول غول اسمه بغداد بنجاه بالرأسيات موجود على الارض موجود تزديد ضغط على الدفاع كل حاجة بيعملها نارض حفيز دراجي عمال بيقوله وين رايح يا بغداد وين رايح يا بغداد الله يرحم والدك وهو بيعترض على الحكم روح كبيرة جدا لبغداد بنجاه بيضغط على مدافعين كان برضو حفيز دراجي بينقضه بيقوله انت بتضغط لوحدك بين اربع خمس لعيبة غول غول مهاجم زي ما الكتاب بيقول قسما بالله مفيش كده بغداد بنجاه ما شاء الله عشان ما حسدوش اخواتنا الجزائرين يقول لنا هتحسب بغداد بنجاه لا عيب غير طبيعي بحبه من زمان جدا وكان عندي امل انه يجي للنادي الاهلي في وقت من الاوقات كده بس ما كانش لينا نصيب انه يكون موجود معنا خلاني اتكلم عن منتخب الجزائر وايه اللي حاصل للعرب سيبك انت بتتكلم عن الجزائر دلوقتي كانك ازبانة لا وهي متعدلة اصلا مع بوركينا وحالتها في المجموعة سيئة هكلمك عن المجموعات هكلمك عن حظوظ اه الجزائر اللي بقت كبيرة بعد هدف بغداد بنجاه لو كانوا خسروا النهاردة كان ممكن اقول لك ان الجزائر بنسبة كبيرة ببره البطولة لكن مع هدف بغداد بنجاه التاني والتعادل لا في كلام كتير عن المجموعات وانت عارف ان طالما شرح مجموعة عارف ان انا اللي هجيب لك الخلاصة نسينا نسينا نقول لايكات لللايف لايكات لللايف وشير على قد ما تقدر خلي اللايف يوصل في كل حتة ويروح لكل الناس عشان يسمعوا الكلام المهم اللي هيتقال عن منتخب الجزائر وكيفية صعود منتخب الجزائر واكيد لو بتتفرج عليه على اليوتيوب دلوقتي اعمل اشتراك وفعل الجرس على الفيسبوك اعمل فولو واستنى لايف بالليل بعد مباراة تونس اخوتنا التوانسة امام امام منتخب مالي تونس ومالي في مباراة كبيرة جدا ومباراة قوية جدا كمان بالليل هنطلع لايف بعدها فاخبط الاشتراك واعمل الفولو دلوقتي وولع الدنيا واستناني خلا نتكلم الاول عن منتخب الجزائر منتخب محاربو الصحراء وايه اللي عملوه مجموعتهم شكلها هيبقى عامل ازاي طبعا دلوقتي الجزائر لعبة مطشين اتعدلت المطشين في مفاجأة كبيرة جدا غير متوقعة بوركينا فاسو مركز اول معها اربع نقاط وفضل لها مطش الجزائر مركز تاني بنقطتين زي مصر بالزبط زينا بالزبط نعبوا مطشين اتعدلوا الاتنين احنا هم في الهوى سوى لا مصر ولا الجزائر ولا تونس ولا موريتانيا اربع منتخبات عربية اداءهم سيء جدا هي المغرب لوحدها اللي شرفت العرب قصود الاطلس حتى الان هم بس اللي عملوا اداء قوي جدا هم بس اللي تقدر تقول انه هم مرشحين اول فعلا للبطولة منتخب قوي جدا باقي المنتخبات العربية كلها اداءها غير جاي بوركينا في المركز الاول باربع نقاط لو كانت كسبت نهاردة كانت ضمنت السعودة رسميا مركز اول كمان مركز تاني الجزائر بنقطتين انجولا هتلعب مع موريتانيا دلوقتي وانا بقول هالكه من عندي هنا خدها مني انجولا كسبت المطش موريتانيا منتخب ضعيف جدا انا شايف ان انجولا هتكسب المباراة وهتقدر تفوز بالمطش ده وهتوصل للاربع نقاط هي كمان وانجولا هيبقى عندها مطش مع بوركينا هم اللي اتنين اربعات هيرعبوا مع بعض والجزائر هتلعب موريتانيا الجزائر هتكسب موريتانيا ولا بديلة عن الفوز ما انت لو ما كسبتش موريتانيا انت خرجت هتكسب موريتانيا تبقى خمسة خمسة دي تكفي لصعود الجزائر مية في المية بقول هالك من هنا فالجزائر لا موقفها بأيديها لانها لو كسبت المطش الجاي تصعد رسميا بدون الدخول في اي حسابات لان الاتنين لما يلعبوا واحد بوركينا وانجولا اربعات ليكسب فيهم يروح لسبعة تصعد الجزائر مركز تاني طب لو اتعادلوا وبقوا كلهم خمسات هنشوف الاهداف ساعتها تكون تنصف مين والجزائر لازم تكسب موريتانيا بيهيفي سكور كمان شان تقدر ان هي تضمن صعودها في حالة تعادلهم مع بعض طب قولي لو موريتانيا كسبت يبقى يا بغت الجزائر تبقى الدنيا تسهلت خالص يبقى مكسبها تضمن الصعود مية في المية لكن هتكون مركز تاني تمتخيلين يا جماعة ان مصر مش تصعد اول الجزائر مش تصعد اول تونس لو صعدت مش تصعد اول تمتخيلين ان تواني وتوالت المجموعات هيبقوا اصعب من الاوائل بعد كده موضوع صعب جدا المجموعة بتتعقد جدا في مطش هيتلعب دلوقتي مطش انجولا موريتانيا هو اللي هيوضح المجموعة بشكل كبير جدا بعديه ممكن بعد كمان مباراة تونس بكرة ولا حاجة نعمل فيديو كده لموضوع المجموعات بس بكرة في المغرب وحلاوة المغرب المغرب اللي تقعد قدامها تتصل تنكورة حرفية هو المنتخب العربي اللي قادر يعمل اداء قوي جدا خلينا نتكلم عن الجزائر اللي بدأت النهاردة باللاربعة اتنين تلاتة واحد او باللاربعة يعني تقدر تقول اربعة تلاتة تلاتة خلينا نتكلم كده بدأوا في بداية المباراة حارس المرمى ماندريا قدام اربعة يوسف عطال على يمين نوري على الشمال بن سبعيني اللي مش هيلعب المباراة الجاية بسبب تراكم الانظارات جنبي مندي قدامه اتنين في نص الملعب بن طالب وجنبي زروقي قدامهم في جولي اللي انا مش عارف ليه بادئ بيه من اول المباراة قدامه رياض محرز على يمين لسه ما جاءش رياض محرز رياض محرز حرفيا لسه ما حضرش الى كودي فوار ما عملتش اي حاجة ما شفناوش رياض محرز لحد الوقت جمال بالماضي بيخرج محرز رسالة رسالة روي فيتوريا هل تقدر تخرج محمد صلاح الاجابة لأ محمد صلاح ما بيخرجش من الملعب النهاردة جمال بالماضي بيخرج رياض محرز عادي نجم نجوم الجزائر هو نجم رقم واحد على الورق حتى لو في الملعب فيه احسن منه لكن عشان سيء خرج عشان سيء تبدل مش عيب ولا غلط ولا حرام نحية تانية يوسف فيليلي وفي الثمنتاشر سفاح يسمى ببغداد بنجاح جبار غول في الثمنتاشر قدر يسجل جولين النهاردة ويحافظ للجزائر على حظوصها في الصعود من المجموعات بدأت المباراة وفي الثمنتاشر يوسف فيليلي بيرقص وبيشوت واحدة كانت ببغداد بنجاح ضغط في كل حتة في الملعب هو المتحرك لكن المباراة متوسطة من الجزائر مش هو ده المنتخب المرعب مش هو ده المنتخب اللي يصعب بسهولة بركينا فاسو دي خلي بالك مع منتخبنا المصري في تصفيات كاس العالم منتخب عنيف ومنتخب قوي كسب في المباراة الاولى موريتانيا تعادل مع الجزائر او الجزائر هي اللي تعادلت معاه في البلاس تسعين على طريقة منتخب مصر امام مزنبيق تعادلنا احنا في البلاس تسعين مع مزنبيق النهاردة الجزائر هي كمان اللي تتعادل في الدقيقة ستة وعشرين طولية من بين سبعيني وخطأ من الدفاع بغداد لوحده بياخدوا الكورة ويرقص ويشوت واحدة جنب القائن كممكن جدا تكون جول حد ما تيجي الدقيقة 45 خلاص الشوت اول بيخلص 3 دقايق وقت بدل ضايع في بلاس تسري كده رفعه ورقصية ممكنته هدف اول هدف بوركينا باول في الجزائر حكم اللايمان رفع اوف سايت الفار بيأكد انه هدف سليم وفعلا هدف سليم عشان نخرج من الشوت الاول 1-0 البركينا ويتصعب المهمة على ازود الصحراء على الجزائر لكن بينزلوا الشوت التاني هجمات المرتدة خطيرة جدا من بوركينا بوركينا اخطر في مرتداتها افلى ورا عندهم قوة بدنية عندهم تحولات سريعة جدا في المرتدات الموضوع كان خطير على الجزائر لكن ما يدروش يسجلوا الحمد لله لحد ما تيجي الدقيقة 51 وفاول تتشاط ودربكة توصل الكورة المين بغداب بنجاح اللي جوا التمنتاشر دايما في الموعد اللي بيشم الكورة رايحة فين وبيعرف يروح لها ويسجل جول بيسجل على طول بغداب بنجاح في الدقيقة 51 وبيقدر يجيب التعادل وتشوف احتفالاته وهو بيحتفل بالجول تحس انه لعيب كورة خارج تحس انه هو يعني قلبه على الفريق وقلبه على المنتخب بطريقة غريبة في الدقيقة 52 بعد كده عمورة عمورة المهاري جدا بينطلق ويرفع واحدة لبغداد بيلعبها برقصية برج جول كان فاضي كان يقدر بغداد يسجل هاترك النهاردة بعد كده بلايلي بيعمل مراوغة ويعمل عرضية وطيران من بغداد ورقصية فوق كل بغداد عامل مشترك في كل الهجمات بغداد بنجاح بعد كده ضرب الجزاء في الدقيقة 70 مستحقة مستحقة 100% محدش يقدر يتكلم لو انت جزائر يقولي في كومنتات ضربة الجزاء اللي اتحسبت على منتخب بلادك مستحقة لا انا شايفها مستحقة النهاردة بتسمع المعلق بتسمعه وهو بيقول ان الحكم ممكن يجاملنا وما يديناش ضربة الجزاء لكن هي ضرب الجزاء صحيحة فبيحسبها على طول ضرب الجزاء صحيحة 100% اكدها الفار برضو الجوليم بيأكدهم الفار عشان تتسدد ويبقى هدف تاني اتنين واحد لبركينة وموضوع بيصعب اكتر واكتر لكن الجزائر بتواصل الضغط بتحاول تغييرات قلبة الدنيا شوية مطالبة براكل الجزاء في الدقيقة 85 لكن ما تتحسبش بصراحة خلانا نقول اللي اللي علينا ما تتحسبش لعد ما تيجي الدقيقة 95 وكورنر بيترفع وبغداب بنجاح يطير وبدماغه يضرب ويجيب نقطة غلية قوي للجزائر نقطة صعودهم من المجموعات وبقى فتكر كلمتي دي لانهم هيكسابوا الماتش الجاي ويبقوا خمس نقاط ويصعدوا في المركز التاني لو ما كانوش سجلوا الهدف الاخير ده كان الموضوع هيتقزم وهيتصعب عليهم بشكل كبير لان بوركينة كانت تبقى ستة صعدت رسمي وانجولا كانت لو كذبت ساعتها المباراة بتاعت النهاردة 4 وكذبت اللي بقى عليها صعدت هي كمان رسمي وتبقى الجزائر تستنى افضل توالد الموضوع كان هيبقى صعب عليهم جدا لاعب زي ما بقولك عمورة ماينفعش كان يقعد على الدكة افضل لاعب موجود عندك من ساعة منزل في الشوك التاني تحرك وترقيص وهجمات وخطورة كبيرة جدا كانش ينفع يقعد طبعا النهاردة غياب اسماعيل بن ناصر فرق كتير جدا مع الجزائر برضو لكن الجزائر قادرة تصعد وبعد صعود الموضوع هيختلف زي منتخب مصر ان شاء الله قادر يصعد وبعد صعود كل حاجة هتتغير قولولي توقعاتكم في الكومنتات مين هيكون بطل امم افريقيا للمنتخبات 23-24 قولولي في الكومنتات كده شايف مين بطل البطولة بعد ما اتفرجنا على كل المنتخبات شايف مين المنتخب العربي غير المغرب لان المغرب ده على جنب مين غير المغرب يقدر يعمل اداء قوي في البطولة ويوصل للنهائي او يتوج بالبطولة لايكات كتير لللايف والشير على قد ما تقدر خليه يوصل في كل حتة اشترك في قناتي على اليوتيوب وفعل الجرس وفول صفحتي على الفيسبوك عشان يجي لك كل جديد سلام